الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ بإذن الله تعالى بدراسة متن الأصول الثلاثة قبل أن نبدأ بالدراسة نسأل عن أسئلة خمسة السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد؟ لأنه حق الله على العبيد لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا بالتوحيد لا يدخل جنة إلا موحد تكثير الحسنات زيادة الحسنات تكثير السيئات دعوة الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام حتى لا نقع في الشرك ثم قد يسألك سائل يقول لك هل أنت موحد؟ تقول نعم أنا موحد يقول لك ما هذا التوحيد؟ اذا عرفت التوحيد هذا معانا أنك موحد وإذا لم تعرف التوحيد نقول هذا الكلام كذب وشهادة زور؟ ثم قد يسألك سائل يقول هل أنت مشرك؟ أتبار أبنك بكتي كونو بكتي جيغشا كرتبارين أبنك الله شانت الشرك كاري؟ تقول أعوذ بالله أنا لست مو Coleman شرك أبنك أبنك أعوذ بالله أمي كفنا الله شاهد الشرك كرتبارين أبنك الله شرك كورتبارين أبنك الله شرك؟ طيب ما هو الشرك؟ يمكنكت أن يكون من المواسف المخفضين يمكنكم إعجابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من المولى يمكنكم الإعجابة أن يكون الإعجابة ويوجد الإعجابة سترى صلى الله عليه وسلم الشيطان موجودة وسلم تتوقف يمكنكم أن نحب الجزء السلام عمل منذ أن أبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى وهو يدعو للتوحيد و ينذر عن الشرق والله أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم جي دن تنين نبي هو آسين سي دن تكي مرتو فرجانتو تنين اي تاوحيد ار بطي منوسكي أهبان كوريشن ايبون سوطر كوريشن شرق تنين بسي جانين جزاك الله خير والله أعلم شكرا